ما فيش دولة في الدنيا عندها أكتر من 22 قناة خاصة أو قناة حكومية أو قناة تابعة للشعب زي ما حضراتكم عايزين تحبوا تقولوها أكتر من 22 قناة بيصرف عليها الشعب المصري عشان تخرج ويبقى فيه إعلام خاص أي دولة في العالم بتبقى قناة قناتين تلاتة بالكتير حضراتكم عارفين أنه في الأوساط السياسية دلوقتي بنقول أننا عايزين نبطل يبقى فيه حاجة اسمها وزارة إعلام اللي أنا بقوله ده على فكرة بيطبق على كل الصحف والمجلات وفيه في نفس الوقت الإزاعة والتلفزيون المبنى اللي حضراتكم عارفينه وحفظينه تاريخيا ده فيه 44 ألف موظف المبنى ده عليه ديون قد كده المبنى ده أو الإعلام بشكل عام هو تابع لمجلس الشورى التفكير للخروج من النطاق وزارة الإعلام التابعة للحكومة أو التابعة للدولة للخروج للمجلس الوطني للإعلام هنفهم أكتر من الدكتورة راشا علام أستاذة إدارة اقتصاد المؤسسات الإعلامية بالجامعة الأمريكية صباح أخيها دكتورة صباح أخير زي حضرتك الحمد لله دكتورة أنا عرفت من حضرتك بره أنك أنت واخدة دكتوراه في الكلام اللي احنا عمليين نقوله دلوقتي ده تمام والإعلام المصري مجهول بي من أول الرئيس إلى أصغر أبسط واحد أبسط واحد في جمهورية مصر العربية مظبوط تمام هو أولا إيه مساوئ أن الإعلام يكون تابع لمجلس الشورى أولا أن الإعلام يكون تابع لمجلس الشورى ومملوك للحكومة المصرية يعني هو الحكومة المصرية بتمارس دور رقابي ضخمة جدا على الإعلام الحكومي على الإعلام الحكومي فده بيؤدي إلى تسييس المضمون يعني إحنا ما عندناش هيئة مستقلة بتحط أكواد معينة لمختلف البرامج عشان تضمن الحيادية والنزاهة ومبقى فيه درجة عليها من المصداقية كويس فإن الحكومة تبقى ملكة الأعلام يبقى أعلام حكومي مش أعلام دولة ده أولا وأخيرا بيغدم أجندة الحكومة ما بيغدمش المواطن خدمة الحكومة معناها خدمة السلطة اللي هي قريدي بتحكم مصر بالضبط بدي الأولوية للأخبار الرئيس وده شفنا في عصر الرئيس السابق مبارك إن كده كل الأخبار بتنصب على نشاطاته ما بفيش اهتمام بالأخبار المحلية بالمشاكل اللي بيعني منها المواطن المصري لأن ده هيضر صورة الحكومة قدام أمام المطلقين وشفنا برضو أثناء ثورة 25 يناير في للأسف الشديد الكتب اللي كان بيحصل في الثورة ما كانوش بيغطوا الثورة إذن حضرك بتقولي لي هنا طبعا الكلام اللي حضراتكم احنا بنقوله دولوقتي إحنا بنطبقوا على مبنى الإزاعة والتلفزيون بنطبقوا على الصحافة بنطبقوا على الإزاعة بنطبقوا أي أن كان جهة الإعلام أو وسيلة الإعلام بتقولي لي أنه مجلس الشورى بيحدد من الرؤساء فبناء عليه بيعرف يسيطر على الإعلام حلته مشكلة الـ 44 ألف موظف في المبدأ المسبير والحضراتك قاعدة فيه دلوقتي هو المشكلة مش تتحل بإنشاء هو الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام هو المشكلة فيها حاجات كثيرة متدخلة أولا أعادة الهيكلة هيكلة أن الاتحادة يتحكم في تقريبا 12 قطاع قطاع الهندسة الإزائية والأخبار والإنتاج وكل دول فيهم عاملين اللي هو زي ما حالك قلت وصله لـ 44 ألف ويمكن أكتر ويمكن أكتر لكي تثبيت الحصل بعد الثورة فأكيد بأوزاده فإحنا دلوقتي نتكلم أننا لو نحول الأعلام لأعلام شعبي فهيتم الاستغناء عن بقية القنوات استغنائي ليس أننا الاستغناء عن العاملين بس هيعاد توزيعهم ويعاد هيكلتهم أننا لدينا أعلام خاصة بعض القنوات بعض القنوات تبقى إعلام مجتمعي القطاعات الموجودة ممكن تتحول إلى شركات مساهمة وبدأ ما يبقى عندنا في 22 قناة ممكن يبقى عندنا 40 قناة 50 قناة مش مشكلة ويعاد توزيع العاملين حسب خبراتهم وكفائتهم في القطاعات المختلفة وعلى القنوات المختلفة يعني الكلام حضريك بتقول لي أن أنا بوصل من 22 قناة حالية تابعة وبنصرف الدولة عمالة تصرف عليها تمام هيتحوله إلى قناة أو قناتين اللي هو الأعلام الخدمة العامة اللي هو ده بيسرف أو بيدفع به بيدفع مصاريفه المواطن المصري بالضبط عشان يبدل محايد بيبقى فيه تلت سبل التمويل أو تلت طرق للتمويل للأعلام الشعبي أو أعلام الخدمة العامة عشان ما يتمارسش عليه أي ضغوط يعني ما بيعتمدش على بس الميزانية بتاعت الدولة عشان الدولة ما تفردش أي ضغوط سياسية لي ما بيعتمدش بس على العقد من الأعلانات عشان ما فيش أي معلن يمارس ضغوط اقتصادية أو يسحب الأعلانات بتاعته في أي وقت لو سحبها شكرا ما قال في سلامة عندي سبل تانية والطريق الثالث اللي هو الرسوم الترخيص اللي هو كل بيت بيدفع على فطورة الكهرباء طبعا بالنسبة حسب بقى فطورة الكهرباء يعني مش كل الناس طبعا تدفع زي بعض ممكن من جنيه لغاية خمسين جنيه ده الفلوس دي بتتأخذ برضو بتمول الأعلام الخدمة العامة هو قناة أو القناتين لأن ما فيش دولة في العالم بتطلع 22 قناة حكومية 22 قناة حكومية أو عامة الناس اللي سمعنا دلوقتي لما يسمعوا أن حضرتك حتتفع على فطورة الكهرباء اللي أساسا بتطقطع طول الوقت تمام فلوس عشان الإعلام هاعملوه صورة هاعملوه صورة جديدة تمام ولكن عايزين نفهم بس هو مش المفروض أنه قريدي في ميزانية الدولة رايحة ليه اللي 22 قناة دول صح؟ تمام في الوضع الحالي تمام في ميزانية الدولة في ميزانية خاصة بالإعلام مزبوط بتروح لل 22 قناة بتصرف على 22 قناة والـ 44 ألف صح كده؟ طيب أنت عايزة مننا أي تاني؟ ما هو أنت عندك 22 قناة بتصرف عليهم بس في عجزة 12 مليار لما هنممكن لما يتم الاستغناء بقى عن القطعات لقناتين لما من 22 قناة لقناتين هيبقى فيه فلوس كفاية جدا نحن نصرف ونعمل إنتاج كويس هيبقى فيه فلوس بس مش تبقى كفاية جدا لو يتمنى بس على ميزانية الدولة زي ما قلت لك الدولة هتمارس برضو بعض الضغوط السياسية الرسوم الترخيص ما بقولش نحن نطبقها دلوقتي لا دي هتاخد وقت طويل لغاية لما الاقتصاد ينتعش شوية والحلة الاقتصادية بس تبقى يعني سبتة إلى حد ما تتحسن شوية وفي نفس الوقت بقى دور من مجتمعات المنظمات المجتمع المدني أن يبقى فيه دور توعوي يعني إيه خدمة عامة يعني هتفرق إيه عن القناة الخاصة ليه أدفع لها أنا أتفرج على بقية القنوات ببليش لكن لا القناة الخدمة عامة دي اللي بتمثل جميع طواقف الشعب اللي بتقوم على تثقيف المشاهد وعلى تعليمه وعلى طرفيه وعشان كده أنا أريد مصادر أو طرق تمويل كفاية عشان نقدر أنافس القنوات الخاصة اللي هي ما بتهتمش في الأول أولا وأخيرا بتهتم بالربح ما بتهتمش أنها تقدم معلومة أو معلومات المفيدة للمواطن طبعا فيه برامج كتير بتبقى مفيدة للمواطن بس الأعلام الخدمة العامة هو بيهدف إلى تثقيف تعليم المواطنين المجلس الأعلى للإعلام مجلس الأعلى للإعلام هل ناقش الديون اللي على مبنى لزعو التلفزيون وعلى الصحفة القومية أنا أعتقد أن هي بس لسه ده مطروح أنه ينشئوا هيئة مجلس الوطني الأعلام وديها فكرة مش فكرة جديدة يعني من قبل كده قالوا أنه هو جهاز تنظيم الأعلام أنا أقول لسياتك حاجة القناة اللي أنا بشتغل فيها دلوقتي دي قبل ما تبقى قناة نايل لايف كانت نيل المنوعات بالضبط كان فيه عدد من القنوات المنين المنوعات سمعنا بفترة من الفترات أن إحدى القنوات الخاصة هتشتريها وده معروف لكل الإعلاميين وفجأة تراجع هذا القرار الكلام دي طبعا قبل صورة 25 نايل كيف تكري ليه ما رجعوا؟ ليه ما شتروهاش والله ممكن تكون لأخبار يعني لحاجات سياسية يعني لقرارات سياسية بس نفس الوقت أنا لو عايزة هبيع قنوات دي أو هخصخصها أو هحولها للإزاعات مجتمعية لازم برضو أضمن حقوق العاملين بها لأن ما ينفعش أبيعها وبعد كده يجي نص اللي بيشتغلوا ويضطردوا منها أو يتفصلوا أو يتم الاستغناء عنهم فأنا أعمل إعادة هيكلة لازم أحط في اعتباري الناس الكفاءات لازم يبقى دور زي ما قلت لك المجتمعات المجمعين بكل صراحة شديدة اللي أنت بتقولي ده بتكلم في إن إحنا لو أسبنا الـ 44 ألف ده لو هم 44 مش أكتر على 22 قناة يعني في كل قناة حوالي فيه ألفين واحد بيخدمها ده المفروض يعني تقريبا الألفين دول أنت متخيل أنهم هم هينزلوا الكام لا هو فيه قنوات بتشتغل بـ 200 و300 يعني موظف بس دي ما إحنا أقول ما هي دي النقطة اللي أعتقد أنه ممكن تكون بسببها رجعوا في كلامهم أيام زمان أعتقد يمكن أكون غلطان ولكن أنا على أرض الواقع أنا عندي 44 موظف ألفين تقريبا لو أسبناهم على 22 يبقى فيه ألفين موظف بيخدموا كل قناة حلوا لي المشكلة دي الأول قبل ما تعملوا حاجة لأن الناس دي ممكن يعني 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 معرفش يعني هيحصل ليه ما أقول لك يا ما الناس دول متعينين ومن حقهم بس ممكن يعاد توزيعهم على قنوات أخرى يعني إحنا عندنا 22 قناة ممكن عدد القنوات تزيد ليه بس 22 قناة أو 22 قناة حكومية 22 قناة حكومية ليه يبقى أننا عندي 22 قناة حكومية أنا ممكن عندي 30 قناة قنوات خاصة بس إحنا للأسف عشان برضو قرارات سياسية ما عندناش قنوات خاصة على الترددات التردد الأرضي كلها لازم أروح للنايل سات أو العرب سات عشان يعني يبث قناة فضائية نعم فانالليين ما يبقاش عندي عدد قنوات أكبر ويبقى المشاهد عنده يعني بثري المشاهد بعدد قنوات أكتر وفي نفس الوقت العاملين دول هيلاقوهم بالعكسة هيلاقو مجال أوسع يعني حضراتك الحل اللي أنت بتقوليه أننا مش هقلل القنوات ده هنزودها ولكن ما تبقاش تتبع للدولة ما تبقاش تتبع للدولة ممكن القنوات ممكن يبقى عندي مئة قنوات مئتين قنوات بس إزاي بقى إزاي أن أنا أضمن أن القنوات دي هتقدم خدمة جيدة يبقى عندي جهاز مستقل بينظم عملية العملية الإدارة الإعلامية كلها هل في رسالة الدكتورات تناولتي موضوع الخاص بالإعلام المقروع لا ما تناولتش بس أنا اشتغلت فيه بردو تمام إنتي شايفة بردو حل للإعلام المقروع إيه أنا بردو إحنا كنا كلمنا في الموضوع ده بردو نقشنا أن إحنا ما يبقاش يبقى فيه حاجات زي اسمها مجالس الصحفية مجالس الصحفية دي بتطلع زي بردو أكواد معينة أو ضوابط معينة لازم يلتزم بيها كل الجرائد يعني كل المطبوعات اللي بتطلع ولو أي حد خالفها هيتم العلنية عنها أن ده خالف الأكواد كذا كذا أو فبرك المعلومات أو تضلل الناس ما كانش فيه حيادية في الموضوع أو اهتم بجانب على جانب آخر فيه علنية يعني ما يبقى معروف أعلن أن الجريدة دي ما مارستش ما كانتش صادقة مع جمهور إلا هتفقد مستقيتها إلا هتضطر إن هي تمشي تابع الأكواد اللي بتضمن استقلالها في التحرير يعني لازم أفصل الملكية عن الإدارة نفسها نعم دكتورة حضرتك متابعة طبعا قبل الصورة وما بعد الصورة واحد من ضمن الحاجات اللي دخلت على الإعلام المصري أنا ما جالي سينما ما جالي السينما في أيام اسماعليه رايح جاي ومعرفش إيه النقل اللي حصلت بتاعة محمد هنيدي وإحمد السقى وفترة من الفترات نقلت الشكل والميزانيات بستار سينما مثلا لشكل جديد ونوعية جديدة للسينما في آخر السنين اللي حصل في الإعلام إنه برضو بقى فيه حاجة اسمها ستار إعلامي يعني نجم إعلامي نجم في مجاله نجم كمزيع طبعا وأسامي كبيرة وطبعا ميزانيتهم كترت أو كبرت الفرق ما بين قبل صورة 25 يناير وما بين قبل صورة 25 يناير وبعد صورة 25 يناير إن النجوم دول ودي على فكرة سياسة ومتبعة في كل حتة في العالم النجوم دول سابوا التلفزيون المصري وراحوا في قنوات خاصة وطبعا هم رايحين أخذوا معهم المشاهد إلى حد ما طبعا كل الاحترام اللي ببنى مسبيرو والقنوات الموجودة دلوقتي وما يقدم من حقائق في الإعلام المصري ولكن دي حقيقة رأيك إيه في المنظومة دي وخصوصا إنه هو لما يبقى فيه نجم بيبقى فيه إعلانات بيبقى فيه نجم بيبقى فيه فلوس أكتر مشاهد يعني فلوس هم راحوا أو سابوا مسبيرو لأنه أو تلفزيون مصري يعني بصفة عمل الانتفزيون مصري فقد مصداقية وساعة الثورة فالناس بقيت خلاص مش عايزة أي حاجة بتفرج عن التلفزيون مصري حتى أي وزير بيجي محسوش بتغيير في المضمون اللي بيتقدم أو كان فيه تغيير طفيف لكن برضو إلى حد ما كان مثلا جهات مختلفة بتمارس ضغوط يعني حد مجلس العسكري كان مثلا بيمارس أكيد بعض الضغوط للحكومة الحالية أكيد بتمارس بعض الضغوط ما فيش حد بيتكلم بشفافية دي الفترة الأولانية من الثور تمام دي الفترة الأولانية من الثور وفي نفس الوقت كان فيه تسهيلات كتير قوي لقنوات جديدة تفتح نعم وقنوات جديدة لكي تفتح لازم بتجيب نجوم كبار عشان يتجيب لهم مشاهدين وبتالي ألانات وفلوس عظيم فهو ده السبب فإحنا برضو عايزين تنظيم لمعاتي القنوات الجديدة اللي بتتلازم هتنظميها ازاي هتتحكمي فيها ازاي وهي خاصة لا الجهاز اللي احنا بنتكلم عليه أو الهائة الوطنية دي برضو في كل النماذج الدول الديموقراطية مش بس بينظم عملية الأعلام الشعبي أو الأعلام الوطني بيقوم برضو بتنظيم الأعلام الخاص طبعا ما بيبقاش عليه نفس الضوابط بس بقى ليه ضوابط معينة برامج معينة لازم تقدم للجمهور ما تبقاش بس كلها قيمة على برامج الترفيه أو البرامج السياسية اللي هي ما بخرجش منها بأي حاجة غير بلاقي ناس تقدم بزعاءه في بعض نعم ولكن نظرية النجم الخاص بالبرامج التوك شو أو 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 دي موجودة أو موجودة ما هي موجودة مع شأنه ما هي قنوات موجودة ما هي ترجع إزاي بقى لما الأعلام المصري يعني يرجع تاني مصدقيته هو أعلام المصري في الوقت الحالي بقى فيه مصدقية ما هو بقى فيه مصدقية بس لازم يبقى فيه آليات تانية يعني نحن نقول الهيئة الوطنية دي أو يبقى الفصل اللي مش هيبقى تابع للحكومة هيبقى فيه مصدقية هتلاقي أنت يعني مباشرة فعلا من نجوم من الكبار دول بيتشدوا أو بيرجعوا تاني لموطنهم الأصلي اللي هو الاتحاد الإزاع وتلفزيون أو التلفزيون التلفزيون الدولة نعم دكتورة نتمنى كل التوفيق للإعلام بشكل عام في دولتنا وطالما فيه دكتورة زي حضرتك كده وخبراء إعلام زي ما حضرتك بتقولي كده طالما إحنا المفروض أن إحنا نكون ماشيين بإذن الله صح إنما حللنا مشكلة الألفين هتودون فيه لا لا هيتحلوا ممكن في ناس تانية أكتر ده أكتر حاجة ممكن تأذي المشكلة لا طبعا أكيد الاهتمام بالعاملين أهم حاجة مش هنستغنى عنهم عشان بس نعيد الهيكلة يعني عادة الهيكلة بتحط في اعتبارها جدا العاملين يعني جزء منها لإدارة العاملين أنا عندي كلام كتير جدا ناكسين فقرتي خلصت الدكتورة راشا علام أستاذة إدارة اقتصاد المؤسسات الإعلامية بالجامعة الأمريكية شكرا جزيلا لحضرتك يا فرندي من هو ورطينا مرسي شكرا بك كل التقدير لجيش مصر في حرب 73 عندنا فقرة جاية خاصة عن مخرج عمل أفلام جرافيك اللي هي زي رسومة حركة بس 3D أو ثلاث الأبعاد هنشوف فيلم وبعدها على طول زميلي فادي هاستضيف مخرج هذا الفيلم أعتقد أن هي تجربة تستحق أن حضرتكو تشوفوها